السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مستشارك القانون في الحلقة الماضية احنا تكلمنا عن قوانين إيجار الأماكن أو في بعض النقاط في قوانين إيجار الأماكن لأن بصراحة الكلام في قوانين إيجار الأماكن أو عن قوانين إيجار الأماكن كتير جدا لأن مشكلات تتخلف وبيحكم هذا القانون كتير جدا فمشيكفينا حلقة واحدة أن احنا نتكلم عن مشاكل قوانين إيجار الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر أو بين المؤجر والمستأجر في الحلقة الماضية تكلمنا بوضوح عن الحالات اللي بيوجب فيها القانون أن يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصل وقلنا أن تبقى لأحكام المحكمة الدستورية انحصر من لهم حق امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي في الوالدين الزوج أو الزوجة والأولاد بمعنى أن لو توفى مستأجر أصلي لشقة سكانية يمتد عقد الإيجار لمن يخلف في هذه العين إن كان أحد والديه أو أي من أولاده أو زوجته أو زوجته إن كان المستأجر الأصلي سيدة طبعا لما بيمتد عقد الإيجار يشترط هنا الشرط اللي احنا قلناه إن يكون حد من اللي احنا ذكرناهم دول مقيم إقامة مدة سنة سابقة على تاريخ وفاة المستأجر الأصلي يعني ما ينفعش يكون واحد مؤجر شقة وقاعد فيها الوحده مثلا خمس ست سنين وتوفى ويجي ابنه اللي كان مسافر أو قاعد في مكان تاني يجي يقعد في العين ويقول أنا بيمتدلي عقد الإيجار أو يجي أحد والديه اللي كان قاعد في مكان تاني ويقعد في العين ويقول أنا بيمتدلي عقد الإيجار لأهنا لم يتحقق الشرط اللي احنا بنقول عليه تبقى القانون إنه لازم يكون أقام إقامة شبه دائمة معاه مدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ وفاة هذا المستأجر الأصلي يبقى دول اللي حددهم القانون لهم حق انتداد عقد الإيجار بالنسبة لهم النهاردة ناس كتير كلموني وسألوا عن إجراءات طرد المستأجر في حالة عدم سداده للقيمة الإيجارية أو الأجر إيه هي الإجراءات القانونية اللي ممكن تتخذ مع مستأجر لشقة وهو ما دفعشي الإيجار أو تأخر في دفع الأجر ولو حتى لمدة شهر واحد القانون هنا واضح وصريح لما حدد إن عدم سداد القيمة الإيجارية يعتبر إحدى حالات اللي حددها القانون اللي يباح بمجابها للمؤجر أو المالك إنه يقوم باتخاذ الإجراءات لطرد المستأجر من العين لعدم سداد هذه الأجر القانون قال إنه يجب أولاً على المستأجر الالتزام بالأجر بصفة شهرية أو إسبوعية أو سنوية حسب ما ينص على ذلك عقد الإيجار المحرر بينه وبين المالك أو المؤجر لو تأخر المستأجر في دفع الأجر طبعاً بيبقى فيه بند في عقد الإيجار مذكور فيه حالة التأخر دي حتى إن كانت شهر أو شهرين أو ثلاثة حسب الاتفاق وحسب ما بيبرم عقد الإيجار بين المالك والمستأجر ولكن في الغالب بينص في عقد الإيجار إن لو تأخر المستأجر عن سداد الأجر الشهرية وهي غالباً ما بتكون شهرية لمدة شهر واحد فده بيد الحق للمالك أو المؤجر إنه يتخذ الإجراءات القانونية حيال طرده لعدم سداد هذه الأجراء ما هي هذه الإجراءات؟ أولها أوجب القانون إن لازم المالك أو المؤجر بيبعث للمستأجر إنذار على يد محضر اسمه إنذار تكليف بالوفاء يعني إيه إنذار تكليف بالوفاء؟ يعني أنا تبقى القانون كمالك أو كمؤجر بعمل إنذار على يد محضر بوضعه في قلم محضرين المحكمة اللي في دائرتها العقار أو الشقة السكنية وبيوصل هذا الإنذار لهذا الساكن أو هذا المستأجر بألزمه فيه وبقوله فيه أنت عليك أجرة شهر متأخر أو شهرين أو ثلاثة أو أيا كانت عدد الأشهر المتأخرة وإني أنا بندرك من خلال هذا الإنذار بليسمى تكليف بالوفاء إنك تقوم بسداد هذه الأجرة في موعد غايته 15 يوم من تاريخ وصول هذا الإنذار للمستأجر يعني من يوم ما المحضر ينتقل ويسلمه أحياناً إن المحضر لما بينتقل ومعاه الإنذار تكليف بالوفاء عشان ينزل المستأجر يروح وما بيلاقيش المستأجر موجود أو بيلاقي الشقة السكنية مغلقة أو بيلاقي مثلاً أحد الموجودين في العقار بيسأله على الساكن بيكون الساكن مش موجود هنا بيعمل المحضر إجراء اسمه محضر انتقال بيسطره على هذا الإنذار وبيقوله ننتقل في ساعته وتاريخه إلى العنوان المذكور في الإنذار لهذا المستأجر وأنه هو لم يجده ولقى المسكن مغلق وبالتالي بيعلنه لجهة الإدارة بمعنى أنه هو بيودع الإنذار بتاعه في قسم الشرطة اللي في دايرته الشقة السكنية وبيبعث له بعد كده اختار بالبريد بيقوله ليك في إعلان موجود ليك في قسم الشرطة وأنا أعلنتك بهذا الإنذار هذا الإنذار بهذا الشكل هو صحيح قانوناً وبيسموه إعلان إداري أو إنذار تم عن طريق الإعلان الإداري وهو مقبول قانوناً وبينفذ وبيعتبر نافذ أنه فعلاً تم إعلان أو إنذار هذا المستأجر من تاريخ وصول هذا الإنذار سواء كان المستأجر استلم هذا الإنذار بشخصه أو المحضر انتقل وخبط على الباب وفتح أي حد من المقيمين معاه فبيسلموا هذا الإنذار فهو إعلان صحيح أو في الآخر لقى المسكن مغلق وأعلنه لجهة الإدارة فده إعلان إداري فهو إعلان صحيح أيضاً وبالتالي فيعتبر كده إنذار التكليف بالوفاء اللي بعته المالك أو المؤجر سليم من النحة القانونية وتم إنذار الساكن أو المستأجر قانوناً من تاريخ هذا الإنذار طبعاً بيكتب المحضر التاريخ اللي انتقل فيه وسلم فيه هذا الإعلان أو هذا الإنذار تكليف بالوفاء من هذا التاريخ بنعد 15 يوم على المستأجر اللي تعتبر مهلة قانونية بالنسبة لي يقوم في خلالها بسداد الإيجار المستحق عليه المتأخر سواء كان شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد ما بيدفع الإيجار المستأجر إذا دفع الإيجار في خلال 15 يوم هنا تمام هو أنذر وتم دفع الأجرة للمالك بموجب هذا الإنذار معنا اتصال ألا هيا فانا انقطع الاتصال طيب تحاول معنا مرة تانية فيش مشكلة طيب لو عدت مدة الخمستاشر يوم والمستأجر ما دفعش الأجرة اللي هو أنذر بموجب هذا الإنذار بأنه هو يسددها القانون هنا إدى الحق للمالك أو المؤجر أن يتخذ إجراءات التقاضي ويرفع دعوة إخلاء أو فسخ عقد إيجار أو طرد لعدم سداد الأجرة المتفق عليها المنصوص عليها في عقد الإيجار هذه الدعوة بترفع في المحكمة المدنية في دائرة إيجارات في المحكمة اللي يقع في دائرتها الشقة اللي هي محل النزاع اللي مأجرها المستأجر وما دفعش الإيجار بالنسبة له الدعوة بيحدد لها جلساته بتتداول وبيبقى الإنذار اللي سبق للمالك أنه هو أنظر به المستأجر اللي هو أنظر تكليف بالوفاء بيكون معاه وعليه إفادة أنه تم إنذار المستأجر وأنه فاتت معادل 15 يوم اللي هو كان يجب على المستأجر أنه هو يدفع فيها الأجرة المتأخرة وما دفعهاش وبيقدم هذا الإنذار للمحكمة اللي بتنظر دعوة الطرد أو الفسخ عقد الإيجار لعدم سداد القيمة الإيجارية هنا القانون برضو أباح للمستأجر أن أثناء نظر هذه الدعوة اللي هي دعوة الطرد أو فسخ عقد الإيجار لرفعها المالك أنه هو يجي أمام المحكمة ويقوم بسداد كل الإيجارات المتأخرة عليه حتى قفل باب المرفع في هذه الدعوة أي قبل حتى النطء بالحكم في هذه الدعوة يعني أنبسط المعلومة فلنفرض أن المالك خلاص أنظر المستأجر والإنذار عد عليه المدة القرونية 15 يوم والمستأجر ما دفعش الأجرة فلجأ المالك أو المؤجر إلى القضاء ورفع دعوة فسخ عقد الإيجار لعدم سداد أجرة وتداولت الدعوة بالجلسات وعد شهرين على تداولها وهبف جئنا بالمستأجر أن حضر هو أو بوكيل عنه أمام المحكمة وعرض الأجرة المتأخرة على المالك معنات الصالة؟ تفضل ما كلمناه شيخ أجتم أيوة ما يحاول تنشي المال ما يحاول تنشي المال ما يحاول أكامل المال للمستشاهد أيوة معاك مين؟ معايا أهلا منصور أهلا منصور تفضل أيوة باشي تفضل حبيب لو سمحت فيه وطة الحزينيب فيه موضوع عاوز أستشير سيتك فيه تفضل دلوقتي إحنا واخديني شوية أرض من بتاعة المغارة أرض؟ آه تمام بتاعة المغرة بتاعة إيه؟ أرض المغرة اللي بيقول على المغرة أيه أرض المغرة في دي؟ المغرة 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 إيه أرض المغرة دي أول مرة أسمعنا أرض المغرة دي؟ هنا الغرب في الصحر هنا في الغرب ماشي المهمة أه خدت الأرض دي منين؟ آه خدت الأرض منين؟ من الريف المصر من الريف المصر أيوة أيوة وطبعا قنلنا وضعينا ودفعنا الدقنين ودفعنا هلو؟ أيوة أخي منصور طيب عاود الاتصال بنا تانية فيش مشكلة نرجع لكلامنا المستأجر جيء أثناء نظر دعوة اضطرد العدم سداد أجرى وقال يا محكمة قادي الإيجار المتأخر لعليا وأنا بقدمه أو أن أنا بعت إنذار عرض أجرى متأخرة على المالك وهذا الإيجار تم إيداعه في خزانة المحكمة لأنه يجوز برضو في حالة امتناع المالك المستأجر عن أنه هو ياخد الأجرى من المستأجر المالك لو امتنع أنه ياخد الأجرى من المستأجر يحق للمستأجر أنه هو يعمله إنذار عرض أجرى متأخرة ويعمله بنفس الإجراءات اللي عمل بها المالك أو المؤجر إنذار التكليف بالوفاء يبقى إنذار عرض الأجرى ده يحق للمستأجر أنه يعمله زي ما يحق للمالك أنه هو يعمل إنذار تكليف بالوفاء اللي هو بيكلف فيه المستاجر يدفع الإجار المتأخر المستاجر هنا برضو ممكن يعمل إنزار عرض الأجرة ويعرض عن طريق قلم المحضرين الأجرة المتأخرة اللي عليه على المالك ولو المالك أو المؤجر فلنفرض إن المحضر توجه للمالك أو المؤجر وقال له الإجار المتأخر على المستاجر فلاني فلاني اهو رفض المالك هنا يستلم هذا الإيجار فبيودع هذا المبلغ الإيجار المتأخر في خزانة المحكمة لحساب المالك أو المؤجر على أساس أنه هو بعد كده يتوجه للمحكمة ويعمل إجراءات صرف هذا المبلغ لأنه هو من حق يبقى لما ييجي بقى المستأجر هنا أثناء دعوة الطرد أو دعوة فسخة عقب الإيجار لعدم سداده الأجرة ويجي المحكمة يقولي محكمة تفضلي أنا دفعت الإيجار المتأخر لعليه أو يعرض المبلغ المتأخر لعليه للمالك أو للمؤجر إذا تم هذا حتى تاريخ حجز الدعوة للحكم يعني لو الدعوة هتعود لها ستة شهر في المحكمة فالنفرد يبقى يجب على المستأجر أن يدفع كامل الإيجار المتأخر لعليه مدة ستة شهر دول يعني حتى لو فالنفرد أبسطها يعني لو المالك كان بعط له أنظار بيقوله أنت عليك شهرين متأخرين وعد الخمستاشر يوم وما دفعش الشهرين وجي المالك بعد كده رفع دعوة طاردة عليه لأن عليه شهرين متأخرين الدعوة دي قعدت تمن شهور في المحكمة أو نقول ستة شهور في المحكمة يبقى ملزم هنا المستأجر عشان ما يتحكمش عليه بالطارد يدفع الشهرين اللي أنظروا بيهم المؤجر أو المالك بجانب وفي الستة شهر اللي تدولت فيهم الدعوة في المحكمة يعني لغاية أفل باب المرافعة في هذه الدعوة أو حتى تاريخ الحكم فيها يبقى عليه كده تمن شهور يدفع كل الأجرة المتأخرة لعليه لو قام المستأجر بسداد كامل الأجرة المتأخرة لعليه حتى أفل باب المرافعة أو حجز الدعوة الحكم هنا الدعوة المحكمة بتحكم فيها بالرفض بالنسبة للمالك أو المؤجر لانتفاق العلة وهي تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المتأخر اللي عليه اللي قام بسداده أثناء تداول الدعوة أمام المحكمة طيب في حوال بيحصل إن طيب معنا اتصال مؤمن تفضل أفن معاش مبكر نعم فأنا مش عارف أعمل إيه بصراحة حضرتك موظف متأمن يعني أنت موظف ولا متأمن عليك في قطاع خاص ولا إيه في قطاع خاص نعم تمام حاضر 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 هقول لك سريعاً كده بالنسبة اللي عايز يعمل معاش مبكر طيب ناخد اتصال آخر أيام محمد السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله بركاته أهلاً بيك تفضل يا أمو أحمد أنا عندي دكان إيجار قديم دكان إيجار قديم تمام مكتوف في العقد لحوم لحوم مكتوف في العقد لحوم أنا دلوقتي جوزي بعد ما فتحوا لحوم غير النشاط وعملوا محل منظفات محل منظفات هو جوزك المستجر آه يعني هو مأجر محل آه وكان متفق على إن النشاط بيع لحوم آه صح بيع لحوم آه آه وبعد كده غير النشاط وخليه منظفات وعملوا منظفات قعد عشرين سنة فتحوا منظفات تمام والملك فين آه الملك فين يا حج الملك فين الملك موجود بس جوزي توففة أي هل أفتحوا نفس النشاط اللي جوزي توفف عليه تمام والأفتحوا لحوم حاضر حاضر نكمل بس دعوة الإخلة وبعد نجاوب على السؤالين دول سريعا احنا قلنا لو دفع المستجر الأجر المتأخرة عليه أثناء نظر الدعوة بترفض دعوة فسخ عقد الإيجار لعدم سلاد أجر في بعض الأحيان بيصدر حكم فعلا بفسخ عقد الإيجار في محكمة أول درجة في دائرة الإيجارات لأن المستجر مدفعش الإيجار المتأخر لعليه بيجي بعد كده المستجر يستأنف هذا الحكم استأنف حكم عدم سداد الأجر اللي خد فيه رفض اللي خد فيه قبول بالنسبة للمالك أو المؤجر وبالتالي حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار لعدم التزام المستجر بسداد الإيجار بيعمل استقناف المستجر على هذا الحكم يجوز له أمام محكمة الاستقناف أن يجي برضو ويعرض الإيجار المتأخر لعليه أو يعرض كامل الأجر اللي هي عدت عليه أثناء نظر الدعوة ويقدمها للمحكمة عشان المالك يستلمها أو يعرضها بإنذار عرض على يد محضر بالنسبة للمالك والمالك بتودع لحسابه خزانة المحكمة ويجيب المستجر هذا الإنذار يقدمه حتى في الاستقناف أنه سدد كامل الأجر قبل حجز الدعوة للحكم وبالتالي برضو يجوز للمستجر في أي درجة من درجات التقاعد سواء في أول درجة أو أمام محكمة الاستقناف أن يقوم بسداد الإيجار المتأخر لعليه عشان تاخد الدعوة رفض بالنسبة للمالك طيب لو سدد المستجر الإيجار المتأخر لعليه للمالك سواء في محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستقناف بيحكم برفض الدعوة لأنه رفعها المالك أو المؤجر طيب بعد كده استقامت الحياة وانتظم المستجر في سداد الإيجار المتأخر لعليه وجي تأخر مرة أخرى وحصل نفس ما حدث وبالتالي عمله برضو المالك انذار آخر اسمه انذار تكليف بالوفاء أنه أنت برضو تأخرت للمرة الثانية على شهر أو شهرين أو ثلاثة هنا بقى الوضع بيختلف لما بيعدي مدة الخمستاشر يوم على الإنذار وبييجي المستأجر ما يدفعش برضو الأجرة بيرفع هنا المؤجر أو المالك دعوة مرة أخرى برضو فسخ عقد إيجار لعدم سداد أجرة ولكن بتبقى هنا للمرة الثانية وبيبقى فيه سبقة أولى على المستأجر إنه هو في دعوة أخرى رفضت قبل كده وإنه هو معتاد على عدم سداد الإيجار الخاص بالشقة وهنا في الدعوة الأخرى المحكبة غالباً ما بتحكم بفسخ عقد الإيجار وطرد هذا المستأجر لأنه اعتاد على عدم سداد القيمة الإيجارية بالنسبة للأسئلة للمتصلين الإخوة المتصلين بالنسبة للمعاش المبكر طبعاً الأخ المتصل بيشتغل في إحدى أماكن القطاع الخاص وفيه قوانين التأمينات والمعاشات اللي بتحكم طبعاً علاقة العامل فيما تعلق بمعاشه أو تسوية معاشه هو هيقدم طلب لجهة عمله إنه يرغب في معاش مبكر لظروف صحية زي ما ذكر إنه عنده تعب أو مرض أو أي مكان إنه مش قادر وطبعاً بيتم الكشف عليه وتبقى القانون هنا ممكن يقبل طلبه طالما ثبت إنه صحياً غير قادر على العمل ويسوى معاشه مبكر وتبقى لقوانين العمل بياخد المستحقات اللي أوجبها القانون وهي دي هنشرحها بعد كده في حلقات أخرى إيه هي الحقوق اللي على رب العمل وإيه الحقوق اللي على العامل وإيه مستحقات العامل والكلام ده كله ولكن إنت من حقك تقدم الطلب وعن طريق جهة عاملك ممكن تحولك لكوميسيون طبي أو كشف طبي عن حالتك لتأكد من إنه أنت فعلاً غير قادر على العمل وبالتالي يلقى الطلب بتاعك القبول وتم تحويلك معاش مبكر تبقى القانون أما فيما تقلق بالأخت أم محمد اللي بتتكلم عن إيجار مكان هو محل زوجها المتوفى هو مستأجر أصلي لهذا المحل وكان مأجره من عشرين سنة لبيع لحوم كما ذكرت وبعد كده تغير النشاط وتعمل بيع منظفات واستمر عشرين سنة تقريباً أو أكثر أو أقل من كده في بيع المنظفات وجهز وجهة هنا كمستأجر أصلي توفى في حالة وفاة المستأجر الأصلي للأماكن غير السكنية يعني المحلات زيها كده الأماكن الحرفية أو المحلات بيمتد عقد الإيجار لمن له حق الامتداد بشرط أن يمارس نفس النشاط هنا بنتكلم عن نقطتين النشاط بقاله عشرين سنة بيع منظفات وبالتالي المالك يعلم رغم أنه منصوص في عقد الإيجار على أنه لحوم لكن ساكت على بيع المنظفات يبقى هو موافق على أنه يمارس نشاط بيع المنظفات وبالتالي عقد الإيجار بعد وفاة زوجك يا أم أحمد بيمتد ليكي طالما هتمرسي نفسي نشاط بيع المنظفات وده تبقى القانون يبقى بيمتد عقد الإيجار لك يا أم أحمد معنا اتصال السيد اهلا وسهلا اهلا محضرتك اهلا محضرتك فضل حبيب بعد ما اشترك المحل اه اشترك المحل العادي واختدت فلس كلها وعملت شاحة توقيع وعملت كل حاجة في شاحة توقيع وبعد كده اشترك منه حاجة اسمها بطلان العقد ليه مش عاية انا فدت القيمة كلها واختدت كل حاجة لا ما هو اتعقد معاك وانت دفعت له كامل التمن وخدت عقدك خالص التمن وعملت عليه صحة توقيع وفجئت عليه بعتلك انذار بيقولك العقد باطل اكيد ذكر لك في هذا الانذار اسباب البطلان من وجهة نظر وهو ايل ايه ما احنا عايزين نعرف الانذار بيقوله هو بيبطل لك العقد ليه هل مثلا ما برضو في حالات كتير اتكلم فيها القانون في ابطال العقود يعني هل العقد مثلا فيه غش وتدليس فيه تمن بخسل المبيع فيه اجراءات غير سليمة بنود مخالفة للقانون فاحنا عايزين نعرف فحوى الانذار اللي بعته لك عشان نقدر نحدد البطلان اللي بيتكلم عليه من وجهة نظره في ايه عشان نقدر نرد قانونه فهلو الانذار معاك وبقى شوف للانذار بيقول ايه وكلمني وحنا نساعدك نشوف الدنيا ايه ما فيش مشكلة خلاص ربيني كيم نحتأم نحتأم يبقى كده عرفنا المستأجر في اي مرحلة من مراحل الدعوة انسدد القيمة الايجارية المتأخرة اللي عليه بيحكم في الدعوة بالرفض بالنسبة للمالك اللي رفعها لكن لو تكرر من المستأجر التأخير في سلاد الأجرة واجبر المالك او المؤجر على رفع دعوة مرة اخرى لعدم سلاد أجرة هنا بتبقى سبقى للمستأجر في انه هو معتاد التأخير عن سلاد الأجرة وهنا المحكمة غالبا ممكن ان هي تحكم بطرد المستأجر او فسخ عقد الايجار معانا اتصال محمد اهني محمد فضل انا كنت في الشرطة وواحد اتقام نزور ان انا كنت مختلس معه وانا مش مختلس وانا واخد قرار اصلا مرضي عاجزي من الشرطة وطلع قبل الاتهام ده تشتغل ايه في الشرطة يا محمد تشتغل ايه في الشرطة عسكاري عسكاري درجة تمام تمام وحد اتقامني والحمد لله لان انا النيابة براتني وما بيش حاجة ضد حوالاتني المجلس تهذيب عسكاري اه تمام انا اشتكد دلوقت في مجلس الدولة هل ان انا ومعايش هادة بتقول حفظ الوظيف حفظ العضية لعدم كفاة الدليل تمام تمام وانا كده اه كده حقي ضيع ولا ليه معايش ولا ايه ولا مش حاضب حاول محمود من اسكندرية اهلا اه اولا بقى هني ساعدتك جدا عالبرنامج ده الله يخليك واسقت الناس في حضرتك فيا يعني دي تهنئة لابد ان تقلل اول دي شهادة نعتزي بيها بالنحن ديك محمود فضل السؤالي هو طبعا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا اللي هو صدر في الفين واثنين نعم بعدم دستوريت امتداد عقد الإيجار إلا لمرة واحدة ده بالنسبة للحفيد اه تقصد هو صدر القانون كده اي 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 اللي انا اعرفه يعني اي اي فدلوقتي لو المستاجر الأصلي كان متوفي قبل صدور حكم المحكمة الدسترية تمام حكم المحكمة صدر في 2003 في 2002 2003 فعلا لو المستاجر الأصلي توفى تمام قبل صدور هذا القانون ورسته سواء كانوا مثلا أولاده أو زوجته بيعتبروا مستاجرين أصليين عند صدور القانون طيب الامتداد بقى يمتد ليهم كمان لأولادهم يعني هم مستاجرين أصليين ويمتد لأولادهم تمام السؤال بقى يمتد ليهم كلهم ولا الواحد فيهم بس ولا إيه بالزبط حاضر الامتداد نفسه للأبناء المستاجر الأصلي حاضر أجاوبك حاضر ربنا 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 معنا سهام أيوة مساء الخير حاجتك مساء النور سيان بأهل وصحة كنت عايزة أستفسر خضالي أنا عندي عمارة ملك وفيها أجار قديم ثلاث شواء أو أربع شواء وكنت عايزة أعرف لو السكان يطلعوا ازاي وفي منهم شقة لها ملك بره وقفل الشقة عندي في البيت ورفضا ما هذا اطلعه طب انت عايزة تطلق السكان ليه؟ اتفعوا أجارهم بيدفعوش إجار قديم جدا وأوقات مجد فعوش حاضر أجاوبك حاضر طيب ناخد الإجابات واحدة واحدة كده متصلين بالنسبة لأخ محمد أمين الشرطة أو اللي هو العسكري في الداخلية هو اللي فهمتوا منه انه هو اتهم في اختلاس وثبت من التحيئات الجنائية عن طريق النيابة ان ما فيش اختلاس وبالتالي تم الحفظ ولكن اتحول لمجلس تأديب عن طريق جهة عمل وصدر قرار بفصله وطعن على هذا القرار أمام محكمة اللي هي محكمة القضاء الإداري وهو بيسأل هنا ليه مستحقات ولا لا طبعا في حدود معلوماتك اللي انت قلتها انت طاعن كده على قرار فصلك بعد ما انتهت المحكمة التأديبية بقرار فصلك وأوسط بكده وصدر قرار بفصلك وده محل الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري اللي هي مجلس الدولة زي ما انت عامل هذه الدعوة بتتداول وربما تحصل على حكم بإرجاعك للعمل لو حصلت على حكم برجوعك للعمل بالتالي هتاخد كل مستحقاتك وهترجع على الدرجة اللي انت اللي فاتتك أو تاخد كل الدرجات بتاعتك أما ان صدر حكم حكمة القضاء الإداري برفض دعواك وبالتالي انت مش هترجع لجهة عملك ومش هتاخد مستحقاتك طيب أم محمد اتصل لو سمحت ممكن اصل بس للسؤال تفضل يا محمد حضرتك أنا كان فيه مشاكل بيني وبين زوجه كده وليه ثلاث سنين اشتغل حاجة خالص واتحكم لي في المحكمة ان انا اخد الحاجة وكان الزوج بيتهرق طبعا فالحكم مضى ثلاث سنين حاجة ايه منقلاتك يعني ايوة تمام خد حكم حبس طبعا خد حكم حبس ايه ثلاث سنين امين الشرطة وكده بيروس يعني مش موجود مش موجود اه ثلاث سنين عدوا فرحت رفحت مدني كويس المدني سيادتك حكم بمئة الف امم اتحكم لي راح عمل استئنات امم راح تترفض خالص عمل الغاء ورفض الحكم يعني لغالك المئة الف تأول درجة ايوة لغاها في المدني اه تمام ايوة سيادتك ارفح ثاني ولا انا مش عارف حاط وليها سبع سنين ومش طايلة حاجة حاط وكسب الطاعة سيادتك ولا عارف اخد حاجة ولا نفع لي وينفع اخد نفع لي حتى بعد ما اكسب الطاعة مش عارف لا انت دلوقتي لازلت زوجته ولا طلائك لا زوجته لسه مش عارف يطلع عشان الحاجة وكده طول ما انت على زمته فهو ملزم بالانفاق عليك وممكن تتحصلي على حكم نفع من المحكمة وترفع دعوة نفقة طول ما انت زوجته له حق الانفاق عليك ماصل سيادتك هو اللي بدأ بالمحاكم الاول وكسب الطاعة تمام الطاعة اه كسب دعوة الطاعة طب رفع عليك دعوة نشوز لا ما رفعش النشوء لا انت لازلت على زمته تستحقي نفقة طبعا يعني ارفعها سيادتك هاي ارفعي مفيش مشكلة وترفع دعوة نفقة وتاخدي نفقة الكلام ده لما يرفع بعد الطاعة اللي بيسموها طاعة لكن الاسم بتاعها مش طاعة دلوقتي احنا اعتدنا على تسميتها طاعة لكن اسمه دعوة الزوجة للعودة الى منزل الزوجين ماشي هو كسب هذه الدعوة وبالتالي هو مفروض يرفع بعد كده دعوة نشوز وياخد حكم بنشوزك عشان يسقط حقوقك هو مرفعش دعوة نشوز وبالتالي ايدي تصبح اللي زلت زوجته ترفعي دعوة نفقة وتاخدي نفقة منه عادي طالما لم يحصل على حكم بنشوزك اي تمام احمد من اسوان الو ايو احمد ايو احمد معاك الو طيب نتكلم برضو نرد على الاخر محمود اللي تكلم على حالات امتراد عقد الاجار احنا شرحناها وبسريعا كده طبعا لما يتوفر مستاجر الاصلي يا سيز محمود زي ما قلت لحضرتك بيمتد عقد الاجار تبقى لحكم المحكمة الدستورية اللي حضرتك تفضلته وقلتوا اللي صدر في الفين واثنين بيمتد يا اما ابوه امه يا اما زوجته يا اما حد من اولاده بس بشرط ان دول يكون حد منهم مقيم معا مدة سنة على الاقل سابقى على تاريخ وفاة هذا المستاجر الاصلي يعني لو حد من دول كان مقيم مع المستاجر الاصلي ده في هذه العين مدة سنة على الاقل لقبل تاريخ وفاته فهو من حقه يمتدله عقد الاجار تبقى القانون وتبقى لحكم المحكمة الدستورية اللي صدر في الفين واثنين الاخت سهام اللي بتتكلم ان عندها عمارة والعمارة فيها تلات اربع عشواء والاجار بخس ودي مشكلة طبعا بيشتكي منها كل الملاك وكل المؤجرين اللي هم مؤجرين ايجارات قديمة وهم في انتظار صدور قانون ايجار الاماكن الجديد اللي هو لازال موجود في البرلمان وفي يعني في مراحله الاخيرة للصدور الله اعلم هيصدر امتى وانا قلت قبل كده ان القانون لا يطبق الا من تاريخ صدوره ونشره في جريدة رسمي وبالتالي طالما القانون ده لم يصدر بالتالي مش هنقدر نطالب اي مستاجر في عقود ايجار قديمة انه يزود القيمة الايجارية بتاعته لان العقد شريعة المتعاقدين وعقد الايجار منصوص فيه على ايجار هو ملتزم بسداده وبالتالي فما فيش اي مسئولية عليه فالاختسام انا بقول لها الشوء الايجار اللي عندك سواء 3 او 4 بايجار بخص زي ما حضرتك بتقولي انتي تبقى القانون هم قاعدين بيدفعوا الايجار فمش تقدري تترضي حد من هذه الشوء الا في الحالات لو ارتكب حالة من الحالات اللي حددها القانون واقولها لك سريعا عدم سداد الاجر ولو حتى لشهر واحد بياخد الاجراءات اللي احنا حكيناها دلوقتي انظر تكليف بالوفاء يعد 15 يوم ما دفعش الاجر بترفع دعوة تسخ عقد الاجر لعدم سداد الاجر او انه يأجر هذه الشقة من الباطن يعني حد من المستأجرين التلات اربع شوق اللي عندك دل لو أجر الشقة من الباطن ده سبب من حقك ترفع بموجبه دعوة فسخ عقد ايجار للتأجير من الباطن او استعمل اي حد من المستأجرين القدام دول العين المستأجرة في اعمال منافية للاداب العامة ده شرط من الشروط اللي لو توفرت بيد الحق للمالك انه هو يطرد المستأجر ولكن بشرط ان مرسطه لأعمال منافية للاداب العامة لازم تثبت بحكم قضائي نهائي مش مجرد محضر شرطة نقول انه بيستغل الشقة في اعمال منافية للاداب يبقى هنرفع دعوة لا يصدر ضد هذا المستأجر احكام نهائية بتؤكد انه بيستغل العين في اعمال منافية للاداب العامة الحالة الاخيرة اللي بيحق للمالك فيها انه هو يطرد المستأجر انه هو يبني او يهدم في العين المستأجرة ابنية او انشاءات من شأنها ان تؤثر على المبنى وسلامة المبنى ويبقى في خطورة على المبنى طب نسبة هذا الكلام ازاي ان احنا بنروح نبلغ في الحي او مجلس المدينة بنقول العقار الفلاني المستأجر الفلاني عمال يهد ويبني في هذه الشقة دون اخذ موافقات التنظيم او رخص الدناء او هد بينتقل الحي او مجلس المدينة ويعين ويحرر محضر ان كان هناك مخلفات وهذا المحضر بيمشي في اجراءاته القضائية وبيصل الى النيابة وبيبقى جنحة وبيحكم فيها على هذا الشخص المستأجر اللي هدم وبنى في العين دون موافقة المالك وبعد ما الحكم عليه نهائيا برضو ويثبت قضائيا انه هو فعلا اساء استعمال هذه الشقة المستأجرة او هذه الشقة المستأجرة ما حفظ عليها وقام بالبناء والهد دون اخذ الاجراءات القانونية لما يبقى في حكم قضائي نهائي بكده ده بيد حق للمالك انه هو يرفع دعوة طرد على هذا المستأجر انه اساء استخدام العين بالشكل لا معانا يا احمد اتصال السلام عليكم اهلا يا احمد اتفض ربنا خليك فتن مستشار انا احمد من اسواء انا مرضى في التأمينات الاجتماعية مدى خدمة 17 سنة حاليا حتى الان اي سيادتك انا كان معاي من 2019 اللي هو كان القانون الخدمة المدنية اللي بيتكمل ثلاث شهر منقطعة بيقتصر انا حضرتك المدة عندي 29 يوم وكان رسيلي يومين تاني اللي هو كان عندي شوية انقطاعات ما كانش عندي رصيدة جزا نعم وحاليا حضرتك الورث لي سنة ركي مدين المنكز الرئيسي في الثلاثة شرع الألف اه حسن الزاق المسكني قرار فصل اه بما هدولك لقرار فصل لك يعني اه انقطعت عن العمل مدة قد هي او سيزاح؟ كانت المدة 30 يوم والله العظيم لو اتراجع الصحة انا عاوز 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 من حد من نظرة المراجعة او من نظرة المركز الرئيسي حد يراجع لي لاجهزات بتاعتي بالضبط اللي انقطعت مش هتكمل والله الثلاثين يوم وانا كنت تبقى لظروفي ان انا كنت معايا ابني عنده وكان ضمور في المقر والله كنت برمح ديه في مصر هناك في المستشفى برليش وانا صاحب اولاد وصاحب بيت وصاحب يال وشاف عادينا الظروف عندنا في الصحيب الظروف صعبة جدا للماشية بعد 17 سنة اروح بين اشتغل ايه اعمل ايه فانا انا انا ظلمت مش عارف اعمل ايه حاضر هارد عليك الله يبارك بص يا سيزاح انت دلوقتي انقطعت عن العمل يعني خلال السنة فانت مش مرة واحدة خلال الشهر مثل ايام متقبت على الغد من كمهور للثلاثين يعني التسعة وعشرين يوم اللي هم حسبوهم لك مش متواصلين مش متواصلين اه مش متواصلين ده بتلك كولك بقى او لايه والله اكتن بالله هذا ما حسن طيب انت مودتش لجهة عملك اي اعذار شهادات طبية اي اوراق اتعاثرات والله يقولي لا احنا منيش جاوب ابنك انت بتاعبان انت ما ماتيش ظرفي لك انت كتأمين صحي او حي قلت له والله انا فعلا معي الحالة ومعي التقارير بتاع ابني عنده ضمور في المخ وشل الدماج طيب انت المعلومات اللي عندك انه هما بيمهدوا دلواتي لاصدار قرار بفصلك لانقطاع عن العمل لانقطاعك عن العمل تمام طيب حاضر يا حديب هرد عليك سماح من اسكندرية اهلا اهلا سامي بحضرتك فضال يا عزة اه حضرتك احنا عندنا تلات محلات ايجار قديم وبناخد فيهم كل محلة عشرة جنيه تمام في كل سنة يعني اه بالنعمل اتنين في المية اللي هي بتاعت النظافة دي بناخله نص جنيه زيادة يعني زيادة على العقل او زيادة امم لحد ما بقت الموضوع اتنين وعشرين جنيه احنا مش هالفين نعمل ايه بعد المستقجز حاضر 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 جي اول حاجة امم اه تني حاجة لينا بيت قديم اه بس هو بيت جدي يعني وليوريسه والدي بس اساسا للارض مش بتاعتنا اعا فالبيت هيقع عليهم فهم مش هالفين نعمل ايه البيت هيقع على مين على الناس المستقجرة اللي فيه اللي هم قريبنا طب ده شغل خاص بالتنظيم او مجلس المدينة او الحي هو اللي بيتابع احنا رحنا للحي ومجلس المدينة والكلام دوت بس ما خدش عمل لنا حي ازاي مفيش لجنة انتقلت من الحي او مجلس المدينة عشان تعاين وتصوف يعني اعجلونا الاجراءات قالوا احنا هنعمل ايه بس يقول لحضرتك حاجة هو لما بيتقدم صاحب الملك او حتى المستقجر لجهة الحي ان فيه خطورة ان المبنى ده فيه تصدعات او فيه اي للسقوط لازم ولابد لجهة الحي دية انها تنتقل وتعاين وتعمل تقرير وتثبت الكلام ده الا اذا هم كانوا عملوا تقرير وشايفين ان البيت غير اي للسقوط ان ما فيش خطورة على السكان لان استحالة هيكون فيه خطورة على السكان وهتركوا الامر كده واللي تبقى مسئولية جنائية عليهم كمان فما ينفعش روح المحافظة روح المحافظة اللي اتباع الحي اشتك في المحافظة طبعا لان فيه خطورة كده على حياة السكان وانت تخلي مسئوليتك كمالك لهذا العقار بدل ما يقعف بعد كده المسئولية تبقى عليك انت يقول ما بلغتش ليه طيب نشيك كده خط ده احتام ده احتام حسام معانا تفضل السلام عليكم عليكم السلام وحتلال بركاته اسمح حضرتك انا عايز ارفع عايز اوصل الصدر لشركة المصرية للاتصالات شركة المصرية للاتصالات خير يا حسام تفضل حضرتك انا كنت مجدم على روطر تمام قادولي خلال يومين الضبط ايركب الخط الارضي وايركب الروطر حاليا وحب وعشرين يوم بالخط الارضي والروطر عندما رحت لهم اربع مرات يدعوا كذبا ان البوكسة مليانة طبعما انت عارف البوكسة مليانة من الاول اخبرت ميش ديها قبل التعاقد على اساس نتعقد مع شركة اخرى مثل اتصالات او بودافون فهي حضرتك الإجراء القانوني اللي نقبل الموضوع ده وخلي بالك مش أنا بس دنات كلها على هذا النحو حاضر حاضر الأول نجاوب على الأخ أحمد بتاع أسوان اللي هو حس وشاف إن جهة العمل جمعت له الأيام اللي انقطع فيها عن العمل وصلت 29 يوم على حسابتهم وهو بيقول ما تكملش 29 يوم ورغم إنه قدم تعذرات وإنه عنده ظرف لكن يظهر إن جهة العمل ما قبلتش هذا العذر وبالتالي هي بيتمهد لقرار فصله تبقى القانون لأنه انقطع مدة 29 يوم عن العمل بدون إبداء أسباب هو دلوقتي لو صدر هذا القرار يا أصدرح ما فيش قدامه غير أن انت تطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ولازم يكون معاك ما يؤيد كلامك عشان تكسب هذه الدعوة إن هناك تعذرات وإنك أخترت جهة عملك بهذه التعذرات وهم ما قبلوهاش وإلا الدعوة دي هتتدول في المحكمة وممكن تكسبها أو ما تكسبهاش حسب ظروف الدعوة ومستنداتك ومبررات جهة العمل وحسب مدى انطباق القانون عليك في انقطاعك عن العمل من عدمه فيما تعلق الأخ حسام بتاع الشركة المصرية الاتصالات اللي تعاقد على الروتر ومركبوش الروتر انت ما فيش قدامك أنك تعمل محضر إثبات حالة وتقاضي هذه الشركة إنه هما إن كان هناك عقد على هذا الروتر هل في عقد على تركيب هذا الروتر بينك وبينهم شوف هذا العقد وإن كان هذه العقود أنا من وجهة نظري بتبقى بيسمى عقود إزعان يعني عقود هي مكتوبة على هوى صاحب الشركة أو موجودة هما اللي عاملينها وانت ما إلا بتمضي عليها زي عقد التليفونات أو عقد عداد الإنارة أو عين كانت بيسموها عقود إزعان فإنت الوقت العقد اللي بينك وبين الشركة اللي تركيب لك الروتر شوف بنوده بتقول إيه إن كان هناك إخلال منهم أو في إلزام عليهم بتركيب الروتر في مدة معينة وتأخروا في ذلك اعمل إثبات حالة وارفع دعوة عليهم لإكبرهم على تركيب هذا الروتر أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته كنت بسأل بس الله يخليك سؤالين كنين فضل أفن أول سؤال بالنسبة للسلام إيصال الإجار من المالك تمام لأنه بيقول لم الإجار وبيتين البواب والبواب بيحطوا باسمه في البنك فهل إستلام الإجار ده مهم ولا مش مهم طبعا إستلام الإصال إنت مالك لا أنا مستاجر إنت مستاجر بس هو ما بيديش إصالات بيقول أنا بلم الإصالات وبيتدلق للبواب وبواب بيحطوا باسمه في البنك لأ بص أنا هو لك إذا الإصال بقى مهم ولا يبقى كل النسبة بعضها عادي آه مهم جدا طبعا وهقولك مهم ليه وإنت معايا على الخط ده أول سؤال فاضح بالنسبة لنفق الطفل آه نفق الطفل نفق الطفل آه آه الأب آه طبيب ومستشفى عسكري كوات تبع كوات المسلحة آه بيماطل في دفع نفقة الطفل وأجر المسكن وآه وآه ونفقة الحضامة آه بيماطل في الدفع النفقة بقى له فترة يعني كانوا شهر ثلاث شهور أو أربع شهور تمام فقال من حق البنتي إنها تاخد النفقة دي عن طريق شغله في كوات المسلحة مباشرة من الراتب بزعه ويتحول لفيزا بتاعتها أو اللي بيسمع على طول هو هذا الأب أنت بتقول طبيب في مستشفى القوات المسلحة تمام جهة عمله المستشفى بتاعت قوات المسلحة تمام أيوة والتالي من حق يستقطع من مرتبه النفقة المحكوم بيها بعد ما تعمل الإجراءات بتاخد الحكم وتعلم بجهة عمله تمام الإجراءات إيه بقى لتقرمه آه الإجراءات أنت بتاخد الحكم بتاعك الصيغة التنفيذية لحكم النفقة تمام هذا الحكم وبيعملوا إجراءاتهم الإدارية نحو استقطاع المستحق من معاشه النفقة المحكوم بيها مباشرة مباشرة هم بيدوها لك بقى بيدوها البنتك بقى بصفة شهرية آه بشيك أو بيوضع لها في حساب هي تقول عليه أو أي أن كان مهم جهة العمل بتستقطع من راتب هذا الأب اللي هو الطبيب بتستقطع النفقة المحكوم بيها تمام وبتديها البنتك يعني ده قانوني ده رسمي طبعا الله يباريك طبعا تمام عشان طبعا الشرك المدني فيه ممطلة شديدة مش موجود ده من جيش النهار لا روح جهة العمل بصيغة تنفيذية الحكم نفقة هم ينفذه عارب بالنسبة بالإيصال الله يباريك فيه برضو بص إيصال الأجرة بالنسبة للمستأجر لما بيجي يدفع الأجرة هو لازم أولا ياخد إيصال من المؤجر المالك ويكون المؤجر والمالك يستحسن يكون موقع على هذا الإيصال قدام المستأجر عشان ما نقدرش بعد كده ييجي في أي وقت ينكر إن الإيصالات دي صدرة منه فلازم يوقع على الإيصال طب لو في حالة لو المؤجر أو المالك رفض إنه ياخد الأجرة زي في الحالة بتاعت الأستاذ اللي اتصل وقال له لا أنا بقى مرة واحدة بجمعهم وبقى البوابه والكلام ده يبقى ساعتها أنا هعمل إنذار عرض أجرة الفلانية الكائنة في الحتة الفلانية وأنا علي إيجار شهر فبراير مارس إبريل أيا كان قمت أد كذا وأنا بعرضه بموجب هذا الإنذار على المالك المحضر اللي ياخد الأجرة منك المحضر المحكمة وهي توجه بهذا الإنذار إلى المالك يقول له تفضل آدي الإيجار وتفضل مضيلي إنك استلمت هذا الإيجار رفض المالك ياخد الإيجار بيودع لحساب المالك في خزانة المحكمة وبرضو المحضر بيثبت الكلام ده في الإنذار اللي بيسموه إنذار العرض هذا الإنذار إنذار العرض أنت بتسترده تاني كمستأجر وهو ده يعتبر إيصالك اللي بيفيد سدادك للأجرة يعني بتحتفظ به على أساس إن ده إيصال يفيد سدادك للقيمة الإيجارية اللي عليك معنا تصل أيها باش معاك فضل سعيد أهلا بيك سلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته عندك إيه دكان دكان آه تمام مأجره من سنة من سنة الثمانين تمام وبعد كده قانون الزيادة في الإيجار وكلام من ده آه فضلت معهم يزوزوا 2% 2% لغاية موصل 26 جنيه كويس وبعد كده الرجل صاحب البيت توفر آه صاحب البيت صاحب البيت توفر أنت مستاجر بقى يا حج سعيد أنت مستاجر آه تمام ريال صاحب البيت زوزوا على الإيجار ودي كده آه فوافقت خدرت جغال معهم كده زوزوا من الإيجار زوزوا من الإيجار النشاط بتاعي ايه مش جايب اترنت إن أنا اغير نشاطي نشاطك إيه الأول نشاطك إيه اللي في العقد الأول في العقد كان خردواتي خردواتي عاوز تقلبه ايه اقلبته ايه في العقد خردواتي وبعد كده هو روح تقلبه ملابس وكلام من ده وبعد كده ما تقلبش محايا روح تقلبه بلدراتي حالين حاوز أقلبه بلدراتي ايه عيش شامي وكلام من ده اللي هو ماشي حالين في دومين دول عيش شامي اه اه تمام فورة يعني اه فورة اه فهم بلدراتي قم تزودوا علي الإيجار اللي هات موصل 150 جنيه كويس وطالبين يزودوا تاني علي إيجار تاني نعم فيه الحل طيب حاض هقول شكرا بوس بالنسبة للحج سعيد طبعا حتة الزيادة في إيجارات الأماكن غير السكنية اللي هي المحلات دي بتخضع للقانون 6 لسنة 97 مش كيه جهوني كده يعني ما يقدرش المالك يزود زي ما هو عايز على المستأجر لمحل إلا بالطراضي الاتنين وما كانش فيه طراضي يبقى هنحتكم للقانون 6 لسنة 97 اللي حدد شرائح ونسب معينة عشان نزود بيها القيمة الإيجارية لهذا المحل فالرجوع للقانون 6 لسنة 97 والمحل من سنة 80 نتأجر هنشوف بيتزود قد إيه تبقى لهذا القانون فيه 2% سنويا والحج سعيد بيقول ده وصل لـ 150 وعايزين يزوده تاني هنرجع للقانون واللي بيقوله القانون نطبقه فالجأ لقانوني يشوف لك الشريحة المقلهية تبقى القانون يزيد بعاد الإيجار بدل ما هم يزوده زي ما هم عايزين برضو الكلام ده فيه أخ برضو يكلمني على موضوع المحلات عشان برضو ما بقاش نسيته برضو فيما يتعلق بإيجارات المحلات غير السكنية زي ما بقول القانون 6 لسنة 97 بيحدد حسب عقد الإيجار كان إمتى وبيحدد النشاط إيه وبيحدد القيمة الإيجارية تزيد إزاي 10 أمثال 5 أمثال 8 أمثال 7 أمثال القيمة الإيجارية ده بتحدده حسب عمر المبنى وحسب تاريخ تحرير عقد الإيجار فيما تعلق بالنشاط بقى النشاط عشان برضو طبق الأمور واضحة لما بيكون منصوص في عقد الإيجار الأماكن غير السكنية على نشاط معين فملزم المستأجر إن يمارس النشاط المنصوص عليه في العقد لكن لو كان النشاط تجاري مثلا وعمل زي ما الحج سعيد بقول من خردواتي مش عارف عايز يعمله فرن شامي وبعدين ملابس فكلها أنشطة تجارية يجوز إنه ممكن يستغل العين فيها فعشان تبقى الأمور واضحة طالما النشاط تجاري ومنصوص في العقد من النشاط تجاري فبالتالي من حقك إنك تغير في حدود النشاط التجاري طبعا أنا يعني الحلقة مهما طالت فهي قصيرة الاتصالات كتير والاستفسارات كتير وإحنا بيسعدنا نتقبل كل استفساراتكم ونرد عليها على قد ما نقدر وانتهى وقت الحلقة وإن شاء الله نلتقي بكم الخميس القادم العشرة مساء في حلقة قديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته